الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعيداء وخلال لقائه وفدا ضم 24 من رؤساء ومثل الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه أوضح مدبولي أن اليابان تعد شريكا تنمويا ورئيسيا لمصر حيث تضم محفظة تتعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعا ودعم مدبولي شركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصري والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي نظيره في جمهورية التجاجستان سراج الدين مهر الدين على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة 79 للجماعيات العامة للأمم المتحدة بنيورك وعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات التعاون التنائية خاصة على الصعيد التجاري والإثثماري وفي مجالات التعليم وبناء القدرات وغيرها وعقد لجنة التشاور السياسي وعقد لجنة التشاور السياسي في أقرب وقت شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي انعقد على هامش فعاليات الجماعيات العامة للأمم المتحدة وأكد عبد العاطي ضرورة مواصلة التصدي لسياسات الإسرائيلية الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية مشددا على مواصلة مصر جهودها المكتفة للتواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية كما أكد رفض مصر القاطع لأية سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغالق مع بالرفح أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو شرعانة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع هذا وأكد الاجتماع الوزري لمجلس جامعة الدول العربية على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه وأحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير محذرين من تداعيات العدوان بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدئ أمن واستقرار المنطقة بأسرها واتفق على التنسيق مع مجموعات الإسلامية للدعوة بشكل واضح لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري أدانة مصر التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة المآت من اللبنانيين من بينهم نساء وأطفال وفي بيان لها أكدت وزارة الخارجية رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه مشيرة إلى أن مصر سبق وحذرت من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن خطر توسعته بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة كما دعت مصر القوى الدولية ومجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 492 قطيلا وأكثر من 1600 جريحة وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صدقت بشكل عاجل على أعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل وأوضحت الهيئة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا على أن يستمر لمدة أسبوع أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بارل أن منطقة الشرق الأوسط على وشك حرب شاملة وقال أنه لا يزال هناك عمل لوقف التصعيد في لبنان لكن أسوأ التوقعات توشك أن تصبح واقعا وأضف بارل أن التصعيد في لبنان خطير ومقلق للغاية وتزامن التصريخات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية بأن وزيرها الجديد جان نويل بارو سينصق في نيويورك مع نضرائه الرئيسيين من أجل المضيب التبات نحو أحتواء لا غنى عنه للتصعيد في لبنان وأكد بارو أن باريس طلب تعقد اجتماع طارق لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان دعياً كل الأطراف إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمراً للجميع ختم ومجد الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر